خبر آخر مؤسف يعني لكل من يسمعوا اعتقال مؤقت لتلميذ سوري في فيينا بعد أن هدد زملائه بسكين يعني مشاهدينا خلونا نشوف الصورة كده الآلة اللي كان بيحملها طفل عنده 14 سنة شاي الآلة زي ديم علي حاجة خطيرة جدا وراح بيها المدرسة وهدد مرة زملائه وهدد مرة الأستاذ بتاعه سؤالنا هنا تحت مسئولية من قد تنضوي هذه التصرفات للأطفال القصر المسئولية في إدمين تحت مسئولية الأهل حتى يمكن فيه خبر آخر بنفس الوقت يعني كمان اعتقالات وإصاباته وسوريين كمان عملوا نفس الفكرة يعني فعلا مثل ما تفضلت هاي تركب بالإيد هاي اللي بده هو الصورة اللي ظاهرة انه بده هذا بيقتل أو بده يدبح أو بيهددهم وفي دمينها تلميذ نعم الصورة يعني طبعا على فكرة شوفي بوسينا هذا الظاهرة بشأن احنا نكون منصفين يعني منصفين بصراحة هاي الظاهرة مش منتشرة بين السوريين فقط هاي منتشرة بصراحة بجيل هذا العشرة إلى خمسة عشر عام بشكل كتير كبير عند التركيا وعند البوسني وعند الصربية وعند بصراحة بلاقيها كتير موجودة بس هدول الأشخاص أنا ليش احنا حكينا عن موضوع السوريين هدول جاءوا لاجئين إلى النمسا عندهم مشكلة عندهم مشكلة بحياتهم وإجالهم صار عندهم فرصة ما حتى أنه شو حتى أنهم فعلا يقدروا يبدأوا حياة جديدة بتلاقي بتلاقي هاي التصرفات بصراحة تتطور شو بوسينا تتطور إلى اعتقالات سوري يطعن آخر في رأسه بعد شجار جماعي في فيينا طبعا هذا الشجار أو هذا الشجار اللي صار أعتقد مساء يوم الأحد نعم بتشارك فيه تقريبا خمسة إلى عشر أشخاص بصراحة وصاروا يطعن وبعضوا ما هو رأيك في انتشار هذه الأخبار تباعا على بقاء اللاجئين في النمسا أو المهاجرين يعني بصراحة بوسينا يعني خلينا نقول رح أربط سؤالك هذا بسؤالك السابق بوضوع الإجارات إنه هذا الشيء عبارة عن مادة انتخابية هذا اليوم بمادة انتخابية بتستغل الأحزاب كافة كافة يعني إحنا اليوم صحيح بقراءتنا هاي ما رح نتطرق للمأسألة الانتخابية لأنه مسألة معقدة شوي ولكن فعليا هذا الشيء طبعا اليوم وزير الداخلية عم ينادي بالترحيل ألمانيا اليوم عم ينادي بالترحيل اليوم وزير الخارجية اليوم بالأخبار اللي انت قدمتيها قبل ساعات من الآن وزير الخارجية بقول لك سوريا آمنة والناس عم ينزلوا ويصيفوا فيها ويحضروا حفلات زواج وما إلى ذلك فبالتالي فبالتالي قطعا هذه الأخبار وهذه التطورات وهذه التجاوزات حتما لن تعود صراحة بالرفاهية على اللاجئ الموجود في النمسا وبالتالي ستتطور إلى قرارات سياسية وقوانيل وإجراءات ومنع وطرد ووو إلى ما إلى ذلك فموضوع ندعو الجميع ندعو للجميع إلى الهدوء إلى التروي إلى التروي عفوا الابتعاد عن التطرف الابتعاد عن 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 المبالغة المبالغة بردات الفعل فورا يتطور الأمر إلى سكاكين طيب روح اشتكى عليه عندك مشكلة برك تصل بالشرطة تصل بالشرطة هذا أذاني هذا أعتدى علي هذا عنده مشكلة دوري بدك تاخد حقك بإيدك هون السوريين أو يعني السوري العراقي متعاودين أنه ببلادهم ما في دولة لأنه يأخذ حقه بإيده هون في دولة هون هون في قضاء هون في قانون في شرطة في كوبرا في مكافحة الإرهاب بيتعاملوا معك لما بدك تحاول أنك تتجاوز بصراحة هون في سلطة بالمجتمع لازم الناس تفهم أنه في سلطة بالمجتمع اللي عنده مشكلة الدولة بتاخد له حقه بس ما بتصور فينا نقول أكتر من هيك بهذا الأمر